بيبدأ الفيلم مع شخص اسمه ديف وبيكون في طريق الرحلة بحرية مع السناجب الستة بتوهو وبنعرف ساعتها انه مسافر لهوليود عشان يستلم جائزة الغناء اللي فازوا بيها السناجب في الحفلات اللي عملوها فبيطلعوا كلهم للسفينة وبيكون السنجاب ألفن هو الوحيد اللي شقي دونا عن باقي صحابه وبيفضل يعمل في مشاكل وفوضى لحد ما ديف بيكرر انه هيحبس السناجب كلهم في قوضة عشان يبطلوا مشاكل هو بيعرفهم انه هيروح يهدي الامور شوية مع الابطان لانه متضايق جدا من شقوتهم وقتها بيدي له سيو عقد مصنوع من الحلويات هو بيقول له ان ده يبقى عقد الحظ بتاعه وهيساعده في حاجات كتيرة قوي فبيشكره ديف وبيخرج وساعتها بيغير ألفن هدوم البيت ببدلة شيك قوي وده لانه هيخرج يسهر في الصالة وفي نفس الوقت بيتحمس برينتي وجانيت وقالي للخروجهما كمان وبيروحوا بعدها لصالة الرأس وقتها بيحاول سايمون انه يدور على ألفن لان لو ديف عرف انه هم خرجوا هيتضايق جدا ولكن ألفن بيكون قاعد مع المعجبين بتوعه هو بيبهب نفسه جدا لانه مغني مشهور وعنده ملايين من المعجبين على الجانب الاخر بقى بيكون ديف قاعد مع القبطان على العشق هو بيعتذر له عن مشاكل اللي عملوها السناجب بتوعه بس القبطان بيقول له ان الموضوع ده لو اتكرر مرة تانية فهيضطر انه يرجعهم للمينة لانه مش عاوز يأذي الناس اللي على السفينة واسنان ما هوما بيتكلموا بيجي واحد من الموظفين لابس لبس بطة وبعدها بيقلب الاكل على ديف وقتها ديف بيتحرك جدا وبيقوم وبيسيب العشق واما بيقابل الموظف بيسأله انت ده لقت الاكل علي متعمد ولا من غير قصد هو المفاجأ بقى ان الموظف دوت لما بيكشف عن وشه بيطلع انه ايان العدو اللدود لديف هو بيقوله وقتها ايان ان حياته اتضمرت من وقت ما خسر نجميته وده بعد ما السناجب سابوه وقرروا يعيشه معاه وهو دلوقتي شغال في وظيفة اقل من العادية من بعد ما كان صاحب اكبر شركة انتاج في العالم فبيقوله ديف كل اللي حصل دوت بسببك انت لانك حاولت تستغل السناجب لمصلحتك الشخصية وانسيت انه مجرد كائنات ضعيفة وبعد شوية بيرجع ديف على قطه وما بيلاقيش فيها اي حد غير بس سيب وبيعرف ساعتها انهم خلفوا كلامه وخرجوا من وراه فبيروح على سلط الرأس وبيلاقيهم قاعدين هناك فبيرجع ديف على القوضة وبيطلب من السناجب يعتذر على اللي هم عملوه والكل بيعتذر معادة الفين اللي بيكون شايف انه من حقه يتعامل زي ما يحب وفي تاني يوم بيروح ديف عشان يخرج السناجب على المركب بس بشرط انهم يفضلوا في منطقة معينة وما يخرجوش منها ابدا فبتكرر برينتي وقتها انها تقضي وقت ممتع مع صحابها بس الفين بيفضل يكررهم في المكان وبيوريهم ان قد يلي بيعملوه ده شيء ممل جدا ومع الاسف السناجب بتقتنع بكلامه وبيبدأوا يسألوه اللي ممكن يخلينا مبسوطين في الرحلة في الوقت ده بقى بيكون ديف واخد قيلولة وبيستغل لالفين انه نايم فبيروحها من دولة صغير معها طيارة وراقية وبياخدها منه بمقابل طبق مليان دونت وبيطلع بعدها ألفين على الطيارة وبيكون بقى السناجب مسكين الحبل بتاع الطيارة بس فجأة الهوى بيعلى وصرعة الرياح بتزيد جدا فبيتسحب الاربع سناجب بالغلط وبيلحقهم سايمون على اخر لحظة وبيربق بعدها الحبل في الكرسي اللي نايم عليه ديف بس المفاجأة بقى ان الهوى قوته بتعلى لدرجة ان ديف بيتسحب بالكرسي من اول السفينة الاخرة وطول الوقت ده بيكون نايم بس وقتها بيصحى فجأة من نوم وبيلاقي ان الست سناجب طايرين في الجو البعيد فبيروح بسرعة لوحدة تزلج الهوائي عشان يلحقهم قبل ما يطيروا البعيد ولكن ايام بيتخانق معاه لانه لازم يستخدم الوحدة بتصريح من القبطان وبيبدأ الاتنين يتخانقوا مع بعض وفي النهاية هما الاتنين بيطيروا في الجو وللأسف ما بيقدروش يسيطروا على الطيارة فبيقعوا في البحر هما الاتنين اما بقى السناجب فبيكونوا طايرين في الهوى بشكل عشوائي لحد ما بيوصلوا على جزيرة معزولة فبيترعبوا من اللي هما وصلولوا وبيرموا اللوم على ألفن بس ألفن بيحاول يعديهم وبيقولهم اكيد ديف بيدور علينا وان ناجاتهم على الجزيرة ديت مسألة وقته مش اكتر فبيقتنع كل السناجب بكلامه وبيبدأوا بقى يشوفوا هيقضوا وقتهم ازاي على الجزيرة فبيستخدم سايمن ندارته عشان يعكس اشعة الشمس ويولع نار تحميهم من البر وفي نفس الوقت بيوصل ديف وقيان على الجزيرة لكنهم ما بيكونوش متأكدين ان السناجب موجودين هنا ولا لا فبيكرروا انهم يدوروا في الجزيرة كلها هو بيبان ساعتها ان ايان شمتان فيه لان اكيد هيخسر نجوميته وكمان لو ضيع السناجب من ايده وتاني يوم بيكون السناجب واقعين من الجوع فبيتفرعوا عن بعض عشان كل واحد فيهم يدور على اكل واثناء ما هما بيدوروا بيلاقي ألفن من جاي على شجرة فبيروح بسرعة عشان يكلها لوحده بس برينتي بتشوفه بتقوله لازم يقسموها سوا مع بقى اصحابهم بس ألفن بيكون اناني وبيكرر يسرقها نفسه فبيتخنقوا هما الاتنين على المنجاية على مين هيكلها الاول وقتها بقى السناجب بيبدأوا يحسوا باللي بيحصل فبتاخد جانية المنجاية وبتقولهم لازم يتعاملوا بنظام عشان ما حدش فينا يموت من الجوع وفجأة بيسمعوا صوت من ورا الشجر وبيفتكروا حيوان مفترس لكنها بتطلع بين تسمعها زوي واللي بتكون تايعي كمان على الجزيرة من بعد ما تدمرت طيارتها هو بتبقى مستغربة جدا انها شايفة سناجب متكلمة فبيقولها ألفن احنا مستناجب عادية وعندنا موهابة الغناء وبيغني قصادها هو وصحابه وبتكون زوي مبهورة بيهم وبعدها بتعرفهم انها موجودة على الجزيرة ديت بقالها 8 سنين فبتتصدم برينتي وبتكون خايفة جدا انها تفضع على الجزيرة ديت لباقي عمرها بس ألفن بيقولها أكيد داب في طريقه لينا ساعتها بقى بتدخل زوي بتقولهم انها كمان كانت مستنية صحابها يجوا ينقذوها بس برضو محدش جيوة لاهتم بيها وبعد شوية بتروح زوي عشان تاخد السناجب معاها اللي بيتها اللي على الشجرة وبتعرفهم على صحابها من الدماء اللي هي صناعتهم بنفسها وبتتعامل معاهم كأنهم بشر بالزبط فبيبدأ السناجب يقلقوا جدا من الموضوع وبيحسوا ان زوي فقدت عقلها بسبب الوحدة اللي عاشتها على الجزيرة وأثناء ما هم بيتكلموا بتوقع عقلي مما كان مرتفع ورجليها بتتكسر ولكن زوي ما بتهتمش وبتعاملها على انها مجرت حيوان مش أكتر فبيتعصب سايمون عليها وبيطلب منها تتعامل معاهم بطريقة ألطف من كده وفجأة وبيتكلم بيتقرس من عنكبوت سام فبيتوتر جدا وقتها لانه خايف يموت بس زوي بيتطمنوا وبتقولوا انها تقرست من عنكبوت ده قبل كده وبعد القرصة ما جرلهاش أي حاجة في نفس الوقت بيكون ديف وقيان ماشيين على الجزيرة وبيدوروا هم الاثنين على السناجب فوقتها بيقوله وقيان انه من الأسهل اللي يدور على سناجب غيرهم خصوصا النوع السناجب المتكلم دوت منتشر في أمريكا كلها ولكن ديف بيرفض كلامه وبيعرفوا انهم بالنسباله زي أطفاله بالظبط وتاني يوم بتظهر الأعراض الجانبية من سم العنكبوت على سايمون واللي بتكون عبارة عن انفسام مؤقت في الشخصية فبيتحول من شخص خجول وجبان لشخص مغامر ومستكشف المهم بقى بيزحى ألفن من نوم وقتها فبيقلق جدا على باقي السناجب وبيتعامل معهم بمسئولية لانه خايف لايزيهم مرة تانية وفي نفس الوقت بتصنع جانيت لإلي عكاز عشان تساعدها على المشي وتاني يوم بتروح برينت الحمام السباحة الطبيعي اللي موجود في باطن الأرض وبيكون فيه مياه سخنة بسبب عوامل البركان أما ألفن فبيروح عشان يجمع الخشب عشان يبني بيته الخاص اللي هيعيش فيه وبنروح بعدها كمان لزوي وهي بتتمشى في الغابة مع باقي السناجب فبيعدوا من على طريق خطر لحد ما بيوصلوا لشلال شكله جميل جدا وبتكون جانيت فرحانة بطبيعة المكان وقتها بيحاول سايمون ان يكسب حبها دي فبينطف المياه قدامها لكنه لما بيخرج بيلاقي نفسه في مكان بعيد فبيفضل يتمشى لحد ما بيدخل لكهف وهناك بيلاقي الكنز كبير جدا مليان مجوهرات لا تقدر بتمن وبعد شوية بيرجع لهم سايمون هو معاه التاكس صغير من الدهب هو بيديه لجانيت كهدية فبتسأله زوي انت لقيت الدهب ده فين فبيقولها على مكانه اللي بيكون ورا الشلال وبالليل بتروح زوي الجزيرة عشان تدور على الدهب هو بيبان كده انها نوية على شر فبتستنى ان الكل ينام وبتروح نفسها عشان تستكشف المكان وبتأكد ان الكنز فعلا موجود بس فتحة الدخول ديقة جدا ومش هتقدر تدخل من خلالها فبتحاول تكسر الحيطة اللي بتفصلها على الكنز ولكن بتكون قوية جدا فبتكرر انها تفكر في خطة شريرة عشان تستولى على الكنزة لوحدها وفي تاني يوم بيكون سيو و سايمون بيتماشوا في الغابة فبيشوفوا اثار اقدام للطائر عملاق وبيكونوا فاكرينه وحش مفترس في الغابة وهي في الحقيقة اصلا بتكون اثار للبس البطة اللي لابسها ايان المهم ان ديف و ايان بيعودوا شوية في الغابة وبيبان انهم بيتعطبوا في المشاكل اللي عملوها زمان مع بعض وبيكرروا انهم يصفوا خلافاتهم اللي فاتت ويبدأوا صفحة جديدة ساعتها بيتمع ايان في عقد الحلويات اللي على رقب الديف لحد بيتخنقوا هما الاتنين سوا عليه وفي نفس الوقت بيكون سايمون و سيو قريبين منهم جدا على الجانب الاخر بتنزل برينتي لحمام السباحة وبتلاقي ان المياه بتغلي من شدة الحرارة وبيعرفوا ساعتها ان جنبهم بوركان على وشك انه ينفجر وبيكون السناجب خايفين وبيفكروا في اي طريقة يهربوا بيها من على الجزيرة وفي نفس الوقت بيقع العقد بتاع ديف على سيو و سايمون فبيتقابلوا هما الاتنين اخيرا وبيخدهم ديف بالحضن وهو مش مسد انه لقاهم ولكن فجأة بيحصل زلزال قوي على الجزيرة وده معنا ان البركان خلاص على وشك انه ينفجر وبعد شوية بيرجعوا على بيت زوي وهناك السناجب بيكونوا طايرين جدا من الفرحة برجوع ديف مع هذا ألفن اللي بيكون قاعد حزين قوي بسبب اللي عمله فبيروح له ديفو بيقول له انا مستعلم منه هو بيطمنه كمان ان كل حاجة هتكون كويسة وبيكون ألفن مكسوف جدا من نفسه لكنه بيحضن ديفو وبيعتذر ساعتها بقى السناجب بيكونوا مش حابين وجود ايان بس بيعرفهم ديف انه رجع صاحبهم من تاني وبعدها بيقول لهم ألفن على طريقة عشان يصنعوا بيها مراكب شرعية وبالتالي هيهربوا بيها من الجزيرة وبعد شوية بيقدروا فعلا يصنعوها في وقت قصير قوي وبيستعدوا كلهم للإبحار بيها ساعتها سايمون وجانيت بيكونوا لسه في الغابة عشان يجمعوا أكل ينفعهم لرحلتهم ولكن فجأة بتعمل لهم زوي فخ وبتضرب سايمون على دماغه لحد ما بيفقد الوعي وبعدها بتاخد جانيت للكحف اللي فيه الكنز بس بيوصل ديفو السناجب على آخر لحظة وبيرجعوا جانيت فبتبدأ زوي تسحبها بالحبل اللي معاها لحد ما بيقدر سايمون انه ينقذها وبيحدف ديفو الصافة لألفن عشان يقطع بيها الحبل وبيكون ببركان وقتها خلاص على واشك انه ينفجر فبيجر السناجب كلهم بسرعة من المكان معادة ديفو اللي كان هيقع من على الجسر فبتجله زوي وبتكون عاوزة تخلص عليه لأنه باوز خطتها انها تاخد الكنز ولكن وقتها بيجي لها ايان وبيعرفة ان لو خلصت على ديفو مش هيرجع لها الخسارة للراحل وبيقنعه وبيقول لها اهرابي معانا على المركب قبل بقى ما تموت على الجزيرة لوحدها بسبب البركان وفعلا بتختنع زوي بكلامه وبيقدر الكل يهرب من على الجزيرة قبل ما شازها انفجار البركانت وصل لهم وبعد شوية بتعتذر زوي الجانيت على اللي هي عملته معاها فبتسمحها جانيت وبتديها التاية الدهب اللي اخدته من سايمون وفاجأة ساعتها بتوصل طيارة انقاذ وبتقدر تلاقي مكانهم وبعد فترة السناجب بيستيل مجايزة افضل فرقة غنائية وبيكرر ايان انها يرجع لحياته الفنية مرة تانية وده بعد ما صلح علاقته مع صديقه دافي وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعملي لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة